لم يعد نجم يوفينتوس الحالي كريستيانو رونالدو حكرا على البرتغاليين وحدهم بل يتحقق المثل الشعبي بأن الله يخلق من الشبه أربعين حيث رونالدو العراقي بنسخة الكاملة من مصقة راسي في أربيل صنع نجومية واسعة وحوله الدهون نجما من مشاهير العالم عبر منصات التواصل الاجتماعي بيوار عبدالله شاب كردي ينحدر من قضاء سوران في أربيل يعيشه حاليا في ديربي ويبلغ من العمر 27 عاما كان عارض أزياء لكن الحديث عن مشاكله العائلية ترك رسالة موجيعة عند عراقيين كثر يملكون مواهب وابداعات مثل شخصية تقريد الأصوات التي أتقن من خلالها الشاب حسين صوت المعلق الشهير عصام الشوالي حذار اللي أخضر باللعو اللاحب والتسويب مش ممكن مش بقول خطيرة يا سفاح خليه مرتاح مش ممكن على كورة سحرية مرت لكن فرتكورة رقمية رونالدو العراقي الذي رسم أجواء الدون في العراق ومثله كثيرون تركوا رسالة مفادها أن إبداعات وكنزا ثمينا عند العراقيين تواجه خطر الظروف الأمنية والاقتصادية وفوضى السياسة في بلاد بات أهله يفكر في الابتعاد والتخلي عن طموحاتهم غير أن هذا المبدأ لم يتحقق عند آخرين من خلال الإصرار على الطموح وصناعة الإنجاز فمن رحم المعاناة تولد النجاحات يقول الشاب الكردي أنه يتطلع لخوض إحدى التجارب الكروية مع النجم البرتغالي على المستطيل الأخضر ولو لمرة واحدة مقترحا خوض تجربة ركلات الترجيح وتجربة الفوز على النجم البرتغالي الذي يدين له بتسليط الأضواء والالتحاق بنادي المشاهير ما يفتح باب الأمل الذي يطرقه عراقيون بقادم أجمل يرسم لهم ساحة خضراء يسجلون من خلالها أهداف الانتصارات ترجمة نانسي قنقر